بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الرقة الشرعية كثيرة ولكن الحقيقة أنا وجدت من أجملها رقية سيدنا جبريل لحبيبنا عليه الصلاة والسلام النبي ألم به وجع واشتكى منه صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل وطبعا هذا الحديث رواه الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم فقال له سيدنا جبريل هنا احفظ هذا الدعاء أيها الأحبة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عيني حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك إذن الدعاء بدأ بسم الله أرقيك وانتهى بسم الله أرقيك إذن هذه رقية مختصرة جدا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك أنا أحب أحبة في الله أننا عندما نقول هذا الدعاء نستخضر عظمة هذا الإله العظيم المتحكم في الكون الذي بيده كل شيء هذا الإله هو القادر على شفائك هو الذي خلق كل ذرة من ذرات جسدك خلق الكائنات والبكتيريا والفيروسات والأمراض وخلق الدواء وخلق الشفاء وخلق الشفاء لذلك يعني كن دائما مع الله واستحضر عظمة الله وأنت تدعو بهذا الدعاء سواء على نفسك أو أولادك أو من تحب بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك هذا الشيء الذي يؤذيك يمكن أن يكون إنسان يكيد لك المكائد قد يكون شخص قريب منك ويريد أن يضرك قد يكون شخص تخاف منه قد يكون شيء مجهول تخشاه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك فأنت تشمل ليس فقط الأمراض بل كل شيء تخاف منه ثم قال من شر كل نفس وهكذا أنت استعذت بالله والتجأت إلى الله عز وجل ليحميك من شر كل نفس يعني في الكون الآن في الأرض هناك أكثر من سبعة ميديار بني آدم هذا الدعاء يشمل كل البشر من شر كل نفس أو عين حاسد الحسد أيها الأحبة موجود وينبغي أن نتجنب هذا الحسد أو أسباب هذا الحسد تجنب أسباب الحسد يكون بالدعاء وبأن نكرر مثل هذه الرقية هناك بعض الناس قد يضحكون يقولوا ما هذه رقية وعلاج بالقرآن واليوم الطب تطور كثيرا نقول أيها الأحبة الموت والحياة بيد الله والشفاء والمرض بيد الله وإذا مرضت فهو يشفين والله عز وجل هو الذي يسير الكون هو الذي يهيئ لك أسباب الشفاء يعني إنسان قد يكون شفاؤه بسيط جدا ولكنه يجهل هذا الدواء فتجده يمرض كثيرا ويعاني وربما يموت ولا يهتدي إلى الدواء المناسب وشخص آخر قد يصرف عنه الله شر المرض حتى لو كان سرطان أو غير ذلك وهو لا يدري لذلك أيها الأحبة يعني أنا أتمنى كل إنسان أن يحفظ هذا الحديث أو على الأقل يكتبه ويردده بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياكم من كل داء وأن يلهمنا الدعاء الصحيح وأن يجنبنا شر كل نفس وشر كل حاسد وأن يهدينا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته